ان شاء الله سستاري قبل ما تخش في التفاصيل عشان نخلص طريقة العمل آسف يعني تفضل لو أزنت لي هتفضل هكون صريح معك قد يرى البعض من كتر متابعة الكرة المشهد مش باين فيه غير رئيس النادي وها لجنة التخطيل انت كاعدم مجلس إدارة فهمنا أدوار أعدام مجلس إدارة وحاسين ان لكوا أدوار مكلفين بأعمال حقية وداخل المجلس أدأكوا تشعروا بإسهامك الجماعي فعلا ولا ده كلام بنقول عشان نفاهم الناس الآلي مختلف طب هولا حاجة منذ أن تم تكلفنا غير الحاجات اللي كلف بيها كل أدو من أعظم مجلس ظهرة في لجنة معينة أو في حاجات مستحدثات للنادي شايفها المجلس شايفها بيكلف فلان أو كذا منذ أكتر من عام كابتن حمود الخطيب وزع علينا حوالي 13 مشروع 13 مشروع تقسموا على عضا مجلس الإدارة وإحنا اللي كنا بنختار كل واحد المشروعات إيه مؤينة اللي هنقدر نشتغل فيها وفي الآخر الكابتن كان ليه نظر عام عليها وعدنا نشتغل كل واحد معا ملفات مؤينة شغال فيها إدارة الملفات جوه النادي زي حيث ما فيه ما هو ممكن يكلف من عضا مجلس إدارة بما هو له خبرات فيه الحيثة التي اكترقت لها بالنسبة لكلة القدم وهي مآخر رئيسي عند النادي الأهلي طبعا يعني النادي الأهلي غاني ببطولاته ودائما يهمنا الحفاظ على اسم النادي الأهلي في الكرة المجلس الإدارة من أول لحظة وهو مفوض كابتب محمود الخطيب في إدارة شؤون الكرة له هذه الصلاحيات ما بيكون برضو فيه قرارات المتعلقة بالكرة بعد ما بتعدم اللجنة التخطيط اللي تم اعتماد إقرارها من مجلس الإدارة بتاخدها القرارات بتغتمن من مجلس الإدارة طبعا طبعا ولما بيكون في أحداث حاجات معينة قرارات معينة متعلقة بحاجات استراتيجية كابتب محمود الخطيب بيرجع لمجلس الإدارة إنما الناحية اللي هي توظيف على الترابيزة حتة إن الكلام يبقى عمتا في الكرة هو ده برضو مش موجود في النادي الأهلي وهو ده اللي محافظ على شخصية النادي الأهلي إن فيه ملف زي أي لعبة من الألعاب الجمعية الموجودة في النادي أنا ما ينفعش إن أنا أقول مثلا لمدير فني لعب فلان يعني كلام ده لا صحي في النادي الأهلي ولا صحي التدخل فيه في نفس الوقت إحنا كمجلس إدارة لا موجود إن الرجوع في القرارات التي تستدعي وجود مجلس الإدارة فيها كابتب محمود الخطيب بيرجع فيها للمجلس في نفس الوقت الحمد لله كلنا بندعمه وخلفه في إدارته هذا الملف في كل اللحظات ودايما الواحد بيقول كلمة المجلس في النهاية لما إحنا بيكون فيه انتصارات الحمد لله إن شاء الله تستمر للنادي الأهلي بينسب كلها للمجلس الإدارة ساعة ما بتفرع الكاتب محمود خطيف في بعض الحاجات وبيكون حاجة معينة هو اللقام بيدور فيها جامع جدا ومع ذلك بيروح للمجلس فالحمد لله الكلام ده عندنا في النادي الأهلي يعني ماشي بمنظومة دقيقة جدا وفي نفس الوقت ما ينفعش إن أنا كعيد ومجلس إدارة أقدر أقول إن أنا الملف الفلاني حتى لو مفوض فيه سواء سيد الرئيس المجلس أو زميل عدو مجلس إدارة إن أنا مش مسؤولة عن مسؤولة المجلس هي مسؤولة تضامنية يعني بس المجالس ليها نظام معين بيحترم في الكامير زي ورش عامل بزي ما هينسب بتدرس كل مشكلة أو اللي المجلس بياخد قراره النادي الأهلي خاد بطولة الدورة العام العام الماضي هينسب لمجلس ضرب خابة محمود الخطيب الفوز نفس الحكاية لو لا قدر الله فيه أي انتكاسات فقول لنا مسؤولين على كمان ومع ذلك الحمد لله أنا محاك تطلقت بقى للنشاط الهضي لكورة النشاط الهضي الحمد لله حصل فيه تدعمات غير طبيعية السنة اللي فاتت والحمد لله برضو في بعض الألعاب الجماعية كان فيه تفوق ملحوظ والحاجات اللي محتاجة دعم ودي برضو حاجة ما كانتش موجودة قبل كده في أزمينة قبل كده موضوع الأسعار الألعاب الجماعية اختلفت خالص عن زمان يعني أسعار اللاعبين هتدخل في الحلقة دي عشان برضو نفهم الناس كيف ينظر أعضاء مجلس إدارة إلى أهمية دعم الألعاب مش بس كرة القدم لأول مرة في موسم انتقالات يتم الربط بين انتقالات لعيب الكرة واحتياجاتنا في الألعاب الجماعية والفردية يعني جيبنا سبحين جيبنا لعيبة من خلال إعارات ما كانش همنا الفلوس بقدر ما كان همنا ان احنا نسد احتياجات ودي كانت سياسة مكلفين بيها كل الأجهزة تكلفت بهذا الأمر واشتغلته أنا بس بشرح للناس تجديد العقود سانية بالنسبة للعيبين في الألعاب الجماعية أو شراء العيبة من الخارج أو الكلام ده كان كأنها بتضل في كل طلقات فكل التدعمات دي الحمد لله في الملفات دي بتحصل وفي نفس الوقت فيه سيستم قائم برضو ما بينحيتش عنه فيه أوقات لها المحاسبة وبنفس الوقت لو حاجة محتاجة تدخل سريع بيدخل مجلس للدار